مهنت الجو عم بكون كتير متقلب هالكميوم. خبرنا أكتر كيف الأحوال الجوية رح تكون خلال أيام الجاية؟ متوقع إن شاء الله يعني بيكون في فرص لزخات الأمطار المحلية اللي عم بتكون وجوهة على المناطق الشمالية والمناطق الوسطى من المملكة مع يوم الخميس رح يكون في فرص أكبر للمناطق الشمالية لهاي الزخات ولكن مع يوم الجمعة متوقع إن شاء الله أنه ترجع وتوصل للمناطق الوسطى هاي الزخات الزخات اللي عم نحكي عنها هي زخات خفيفة من الأمطار ما رح تكون غزيرة إن شاء الله ولكن رح تستمر بالتقلبات خلال اليومين القادمين طيب اسمعنا أنه رح يكون فيه سقيع وضباب في بعض المناطق وين بالضبط رح يتشكلوا وإي متى؟ إذا نحكي شوي عن الضباب رح نحكي أنه في المناطق الشرقية أو البادية الشرقية بشكل عام وأيضا في المناطق الصحراوية رح يكون فيه ضباب خلال اليومين القادمين إن شاء الله ولكن السقيع رح يكون عم بتشكل على أعالي قمم الجبال الجنوبية إن شاء الله خلال الأيام القادمة يعني بشكل عام كيف رح تكون الأجواء خلال هاي الويكند؟ بشكل عام زي ما حكينا يوم الجمعة رح يكون فيه فرص للأمطار عم بتكون موجودة على المناطق الشمالية والوسطى ولكن رح تبلش الأجواء تستقر مع ليل يوم الجمعة إن شاء الله ويوم السبت بتكون الأجواء مستقرة البرودة رح تضل موجودة لأنه في رياح شرقية بالرغم من إنه رح يكون فيه ارتفاع على درجات الحرارة بشكل بسيط يوم السبت رح تكون الأجواء باردة بشكل عام بعض الزخات المحلية من الأمطار على المناطق الشمالية والوسطى مع يوم الجمعة ويوم السبت إن شاء الله الأجواء رح تكون مستقرة ترجمة نانسي قنقر